كانت تكلموش الارتفاع دي الأصعب للأدوية كان قدرنا نقلو بأن لازال سعر الأدوية مرتفع بالنسبة لقدر الشرائية ديال المواطن ما مرتفعوش لأن بعد ما تحيدت لطيفية جميع الأدوية كلها نخفض السعر دياله من سبعة في المئة إلى سفر يعني ممكنش نجي نقولو بأن مازال الارتفاع ديال الأدوية ثانيا أن الأسعار اليوم عرفت بأننا نخفض من 4500 دواء جانيس في المغرب واليوم ما زال كانت نتعرفوا 169 دواء اللي غادي ينخفض السعر كانت نتعرفوا بأنه يتنشر ذلك الشيء في اللجارية الرسمية حتى نخفض مايونيس قريبا حتى تتسعود و 50% بعض الأدوية اللي كصلها لأمراض المزمينة هذا عمل جبار اللي خصو توافق مع المصنعين باش يكون لا در لا درار وبخصو نعرفوا بأن السعر كيف يتحدد ديال الدواء في المغرب شكرا 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 شكرا